في الصورة اللي قدامنا دي مقطع طولي في الجسم الكافي احنا قبل كده اعرضنا مع المقطع العرضي ده مقطع طولي هيبلينا فيه ازاي ان الشريان زي ما حاجوا شايفين اهو ده كابلنوزة الارتري ماشي عامزها الشجرة واخد الجسم الكافي من اوله الاخره طالع منه التفريعات اللي هالي كان الارتري الشريان الزغيرة وبعد كده دي بتصب الدم فيه التجاويف لحاج شايفينها دي اللي هي النسيج الاسفنجي وبعدين بيطلع الدم عن طريق الاوريدة الرفاية لحاج شايفينها دي اسمها المشريفين اللي هي بتخترب جدار التيونكا البوجينيا او الجدار المغلف للجسم الكافي وتطلع لبر فاتخيلوا ان الموسع او المقص او اي آلة دخلت ما بين الجدار والنسيج اللي هيحصل كل الاوريدة الرفاية اللي شايفينها دي اتقطعت اتمزعت فخلاص اه الدورة الدموية بتاعت النسيج الاسفنجي انتهت تماما حتى لو معناش اي حاجة لعلي كده خلاص النسيج ده كده انتهى يعني او ما دخلش موسعات ولا ركبت دوع ما النسيج ده كده انتهى انا مش كده وبس لأ ده انا بعد ما بدخل الاردي ببتدي يدخل الموسعات فبيكون مصير النسيج زي ما حاجشها فيه بيبتدي انهار جزء ورا جزء يبتدي الشريان اللي بيغزي بيتقطع فبينزل النسيج بالدم الجواه بالشريان بالاوريدة بكل المنظومة دي كلها بتنهار بالكامل وبتنزك وبعد كده بنحط الدعامة على بقايا هذا النسيج اللي هي بعد شوية بتختفيه تماما واحنا قبل كده عرضنا صور لمرضى عشان لهم الدعامة واكتشفنا انه مفيش اي اصل للنسيج ده لانه اختفى تماما اختفى ليه لسببين اولا معنا قطعت الدورة دماء بتاعته فما اختار بتاع الجسم الكافي فبيتأكل وبيختفي اذا المنطق بيقول كده اذا اي محاولة ان انا احافظ على النسيج ده ستبوق بالفشل واي محاولة لاقناع المريض بغير كده فدا خداع قبل كده المريض ما كانش عارف ايه هو النسيج الكافي ده فكان ما يتقلوا ان احنا بنجيبه على جنب حاضر ده بيتضغط بيبعنزل السفنجل حاضر بيصدق ده هنيتضغط على جنب وبعد شوية يرجع يشتغل تاني حاضر بيصدق لكن اعتقد بعد الفيديو زي كده وبعد الشرح اللي احنا شرحنا ده ازاي النسيج ده منظومة متكاملة ده دم داخل وخارج واي خلف المنظومة دي بيخليه اختفي وينهر بالكامل فاذا اي محاولة لخداع المريض بعد كده مش هتنجح